يعني الراجل ده مغللش في حق النادي الاهلي بس بقول لها مرة تاني لأ انا اول واحد يمكن اتكلمت من شهر في الموضوع دو وليد العطار اخطأ في حق مصر لو وجبت المحاكمة يتحاكم لو وجبت المحاكمة يتحاكم مش يقال لأ ولا المسؤول يقال برضو ما هو المسؤول هيقول لك ايه انا اخطأ طيب الاعتراف هل الاعتراف بالخطأ يمنع عنه المسألة مين اللي قال كده فانه بلد ده لا طبعا حتى لو اعترف بالخطأ لازم يتحاسب حتى لو وصلت للمحاكمة لو انت عايز المنظومة دي تنجح لو انت عايز المنظومة دي دي ينجح ما خلينا اقول لك حاجة من اتنين يا اما وليد العطار ده اخفى الجواب عن عمد او عن جهل لو عن عمد تبقى مصيبة لو عن جهل تبقى المصيبة اعظم وفي الحالتين مش يتحاكم معه وتحاسب لا يتحاكم لانه اخطأ في حق البلد ده اول شيء ثم اخطأ في حق النادي الاهلي اللي هو بطل مصر اللي بيدافع عن سمعة مصر في افريقيا طيب انت دورك كاتحاد كورة بقى في الماتش ده ايه لما جالك الجواب دور حضرتك ايه كله عارف ان دور اتحاد الكورة دايرة كده ايه سفر ما فيش حاجة طيب نيجيريا والسنغال لما قدمه هل كان فيه اندية منهم بتلعب في البطولة عايز اعرف يعني عايز اعرف من وليد العطار مين النادي اللي قدم ما تقول لنا مين اللي قدم مين النادي اللي قدم لستطافة البطولة طوال تاريخها مين هو طبعا ما لقاش اي نتيجة وتفاعل كبير على اللي هو بيقوله وعايز يشاوش على المؤتمر باقي طريق ولكن للأسف للأسف الشخص الغير مناسب عندنا عندنا في المنظومة الرياضية الشخص الغير مناسب في المكان الغير مناسب